بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد هناك وصية جامعة من حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى علمه شهد القوة وصية جامعة يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أصابه أرق بالليل فلم ينم أو أصابه تفكير فلم يقدر على النوم ماذا يفعل وصنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية وأرشدنا إليها بكلام تقوله قبل النوم وهذه الوصية علمها إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسيدنا زيد ابن ثابت فقال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرقا بالليل ورح اشتكى لحظت النبي عليه صلى الله عليه وسلم في أرق عنده فمش عارف نام فيعملين فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم أهدأ ليلي وأنم عيني هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام نكررها مرة ثانية قال له قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم أهدأ ليلي وأنم عيني قال فقال زيد بن ثابت فقلتها أي هذه الكلمات قال فأذهب الله عني ما كنت أجد عندما قال هذه الكلمات اللي النبي ألهله قال فأذهب الله عني ما كنت أجد يعني ربا خلاص مش عنه الأرق ومش عنه التعب ومش عنه الهم ومش عنه التفكير ليه لأنه قال دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا واحد تانا والصحابة شكل للنبي نفس المشكلة دي وهي مشكلة الأرق بالليل والتفكير ومش عارف هنا وهو سيدنا مين خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أظلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت فسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه قال هذه الكلمات قال فأذهب الله عني ما كنت أيد إذن اللي يقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ده بس عن يقين كامل وعن اعتقاد كامل في كلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بعد عنه المشاكل وربنا بعد عنه الأرق وربنا بعد عنه الهم والحزن والكآبة والغم وينام هادئ البال في بيته ومع أهله نسأل الله عز وجل أن يهدئ بالنا إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر